هو قبل حتى قبل الخطاب اللي بثه في خصوص الغاة تعيين شخصيتين في الحكومة هو كان ثم مسألة أخرى هو عندما تم تعيينه يشمي شيشي اعتبروه جزء من ملاك الرئاسة الجمهورية وأعطاهم التصور أنه هذا الشخص سيشتغل معنا وعندنا بمجرد التكليف ذهب وتعملت وجبة إفطار وتم تسويرها في البرلمان مع رشد الغنوشي وسيف الدين مخلوف وجماعة نبيل قرو وهذا اللي خلى رئيس الجمهورية أنه عبارة بالميتافور عبارة عندك واحد أنت متصور له صورة كبيرة وهو مشاه وأنت دخلت يديك في بلاسة ولا جيبه ولا كذا لقيت حاجة تقلب لك مخك فرئيس الجمهورية منذ ذلك الوقت استدعى الأحزاب وأراد أن يطيح بذلك التكليف في سبيل أنه وعد بعدم حل البرلمان أنه ما زالت حكومة تصريف الأعمال عند ليس فخفاخ المستقيلة وهشام المشيشي يسعى للحصول على ثقة داخل المجلس يبدو أنه طلب منهم يا سيدي ما تعطيهاش ثقة ولا يحل مجلس النواب وندبر حل في رئيس حكومة آخر لم تقبل وبقي الوضع بقي يراوحي شام الشيشي أنه لم يغضب رئيس الجمهورية كثيرا لكن ما يتسرب ما هو معروف أنه أصبح صديق حميم لنبي القروي وإحنا كان نلاحظه إيقاف نبي القروي وإزاحة وزير الداخلية كانوا متناظرين كل مرة ضربة في خسرت واحد يقال أيضا أنه سفر هشام الشيشي إلى بريز ليلة رأس السنة لترتيب أوضاع تخص نبي القروي وهذا كتب في يعني ليس سيارة لا فيك نيوز لا لا كتب في كابيتاليس ونعطيك المصدر ليس في كابيتاليس على كل حال هذا ما يجوج هذا ما إحنا إحنا مش للتأكيد أو للنفي إذن توترت العلاقة لكن الخلاف الأصلي والمعركة الأصلية أنا كما أراها هي بين رئيس المجلس النواب ورئيس الجمهورية وملعب المسارعة عنده هشام الشيشي ملعب المسارعة موجود في القصبة ولكن لغلادياتور موجودين في باردو وفي قرطاش